فما هي مجالات تنظيم المضامين المواد الدراسية للسرك الابتدائي إذن هذا سوف نتحدث عن السرك الابتدائي ما هي مجالات تنظيم مضامين المواد الدراسية في السرك الابتدائي في إطار السعيد المنظومة التربوية إلى تخفيف البرامج الدراسية وتعزيز الانسجام والتكامل بين مكوناتها والانتقال من منطق المادة الدراسية إلى منطق المنهاج الدراسي تم تنظيم مضامين المواد في ثلاث مجالات معرفية وهي مجال اللغات ويضم ثلاث لغات وهي يبقى ظاهرة للغة العربية اللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية تضاف إليها اللغة الإنجليزية على المدى المتوسط المجال التالي هو مجال الرياديات والعلوم ويتكون هذا المجال من ثلاث مواد وهي الرياديات النشاط العلمي والإعلاميات ثم المجال الثالث مجال السلوك المذني ويضم هذا المجال أربعة مكونات وهي التربية الإسلامية الاجتماعيات التربية الفنية التربية البذنية والرياضة إذن هذا فيما يتعلق بالبرنامج الدراسي لقد تعرفنا عن بنيته لقد تعرفنا عن مباذئه ثم لقد تعرفنا عن كيفية تنظيم أو ما هي مجالات تنظيم المواد الدراسية بالنسبة للسلك الابتدائي إذن في الفيديو القادم سوف نتحدث عن الكتاب المدرسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر